وعشان تعرفوا ان السيسي كذاب كتب القبل وان التريليونات والمليونات او المليارات اللي هو اكلم عنهم اللي بيقولوا صرفهم على البنية التحتية كلها فانكوش تعالوا شوفوا بنفسكم موقع خريطة مشروعات مصر ازاي تم تجديد النفق ده في 2015 وتعملوا شبكة بلعات جديدة لتصريف الامطار تصراج ادي الاعلان اهو اهو المسؤول عبدالفتاح السيسي خريطة مشروعات مصر تطوير وتجديد نفق شبرة تكلفة المشروع مليون وخمسمائة الف جنيه التصنيف طرق كباري المساحة خمسمائة متر طولي اه تاريخ التنفيذ ديسمبر 2015 ادي اهو بيوردك على الخريطة وبيقولك تطوير وتجديد نفقة شبرة بتكلفة مليون ونص لتحقيق السيولة المرورية امام حركة السيارات الى اخير يعني وبعدين عملوا ايه بقى في التجديد اه والتي تسبب بقى سليب عملية حديثة زي حقن باطن النفق والارضيات والجدران لمنع تسرب وتراكم المياه نهائيا داخل النفق بالاضافة الى تأسيس شبكة تصريف كحديثة لبلعات الامطار مليون ونص اتصرفوا عشان يعملوا الحاجات دي انبارح النفق تغرق مياه وديك شفت الفيديو لانه شغل تهليب شغل شاقلب انت شو يجري اقلب شغل حاج سعيد تاخد كبري ايديشنا هو الشغل كده هم عسكر الجيش كده حاج سعيد تاخد الكبري وتاخد مليار و25% شغل تهليب هو ده شغل السيسي ورجالته متعقنين عليه في تنفيذ اي مشروع لازم تكون النتيجة دي مع اول اختبار للكبري او للنفق اتفضح وظهر ان كل الكلام بتاع الانجازات فانكوش ولا له 30 لازمة واللي حصل في نفق شبرة حصل برضو مبارح في مدينة المنصورة اللي في واحد من اهم شوارع على سمشترح قناة السويس غرق في شبر مياه هو كمان رغم انهم صرفين عليه من اسابيع 31 مليون جنيه ادي النتيجة قدامكم ادي شارع قناة السويس و ادي النتيجة قدامكم دي النتيجة يا حضرات لشارع اتكلف 31 مليون جنيه تطويره النتيجة ايه بقى انه غيره في شبر مياه انه فيش بلعات بص الناس الناس بيتعمل مع نفسها بص انت مصريين دول مشي معاهم ستر ستر والله بيقولت العين عليها حارس والحاجات دي لانه ازاي الناس تنجوا في الحكاية دي مش مهم ستر ربنا بس ازاي العربات دي ماشي كده ستر ربنا ازاي الناس بتعد الشوارع ستر ربنا ادي بوستات من المواطنين من المنصورة بيسألوا فين البلعات وفين المدينة انت صرفتها على تطوير الشارع وهو لسه متسلم من اسابيع نشوف بها اهو في مدينة المنصورة مدينة الاكشاك حاليا جزيرة الورد سابقا عمل المطبط اول امس حجزت مياه المطر اليوم حدي صحي المحافظ ورئيس حي شارع يقول لهم المنصورة غير ات وشارع قناة السويسي اللي لسه مصروف علي و 31 مليون جنيه غير ايه اين بلعات تصريف المياه؟ جاتكم ستين واكسة بس بالراحة عم المنصورة بعد اول ساعة مطر شارع قناة السويس المنصورة تكلف و 31 مليون جنيه وتم تسليمه قبل اساق فين البلعات المطر يرضي ربنا يعني ده بالتكليفة دي وشتة ربع ساعة يحصل كده ربع ساعة يحصل كده دي المنصورة اهو شارع قناة السويس اكبر شارع المنصورة لم يقول ولا بلعات سليمة ولسه متسفلت من شهر السفلاتة بمصر هي تسويد الشارع فقط ايوة تلاتين ستة عشرين عشرين هتشوفوا مصر دولة جديدة اتنين وعشرين نفس القصر بعد غرق شوارع بمال امطار تعليق الدراسة بمدارس زاوية جدامي اهو في المينيا شكرا للسادي المسؤول وبرضو زي كل سنة ضحايا المطر هما الشعب الغالبان اللي هو معد كده يتكهرب من عاميد النور العريانة اللي ملهاش نصيب برضو في السبعة تريليون بتاعت السيسي يعني انا مش قادر افهم ازاي تمشي في الشارع تلاقي سلوك العمود طالع كده اهو مصرع الضحية التانية مصرع شاب سعقا بالكهرباء في اوسيم بسبب الطقس اتكهرب في تندة محل مصرع شاب سعقا بالكهرباء اثرت سقوط الانطار ها اه الضحية التالتة للتقس السيء وفاة طفل سعقا بالكهرباء في بني سويف طلع مرفق الكهرباء الحقيقة يعني طلع عنده قلبي يعني طلع قلبي ممكن نعمل ايه عشان متكهربش وسبب الانطار يعني هنديكم شط نصيح كده تعملوا ايه عشان متكهربوش طب ما تصلحوا انت العاميد بتاعت النور ما تصلحوا العاميد اللي في الطرق ده كان رد الناس اللي بتقول اثناء سقوط الانطار ارشادات مرفق الكهرباء لتجنب التعرض للخطر شكرا مرفق الكهرباء انت هجيب لي يا علي ده كلامي علي هتعمل عقلك يا علي من عقل مرفق الكهرباء هاتلي الناس ردت عليهم قالت لهم ايه قالت لهم طب ما تطلعوا انتوا ما تطلعوا انتوا ما تنزلوا انتوا ما تنزلوا اهو يعني ايه ارشادات ما توضح انك فاشل ومش قادر تنفس صيانة للاعميدة عشان انتوا فزين يعني ايه ارشادات ما ينزلوا في كل انحاء الجمهورية وعندهم خرائط لكل الشبكة ويعملوا صيانة للكفريهات واعملة الانارة اتحركوا خل الناس تعيش في امان ده كان تعليقات الناس ده المشهد يا حضرات باختصار السيسي انبارح بيجدب انه صرف سبعة تريليون جنيه على البنية التحتية المصر ادي نتيجة مصر غرقت في ربع ساعة مطر دي نتيجة السيسي بيجدب في كل حاجة واللي بيقول لك ربنا في ظهره ربنا عمال يفضحه عمال يفضحه لدرجة بس بعد ما اتكلم كان المطر نازل مغرق الدنيا نشوف بقى اهو تفرج حضرات السيسي دي دي مصر ادي المناطق اللي اتغرقت فيها المطر المنصورة شارع قناة السويس التجمع الخامس حي النرجس والشارع الرئيسي التجمع الخامس شبراء النفق بتاع شبراء اوسيم مات فيها طفل او طفل او طفل حاجة زي كده المنصورة شارع قناة السويس الفشن بنسويف متحياتنا للفشن والله انما اهو ادي زاوية الجدامي او الجدامي فرج مصرع الشاب سعقا بالكهرباء في النهاية حضرات انا مش بكذبك يا عبد الفتاح انت صرفت سبعة تريليون فعلا قد يكون انت صادق يا عبد الفتاح صرفت سبعة تريليون جنيه لكن مين اللي استفاد من الفلوس دي اللي استفاد من الفلوس دي هو الجيش اللي خد المشروعات دي وتلصقها وشفنا الشوارع بتغرق والكوارب تقع والشوارع بتتفتح الجيش اللي سيسي مبارح كان بيقول لما عوزة خلص حاجة بديها للجيش انها برضو كل ده مش بسبعة تريليون العملية فيها سرقة كبيرة في حفرة يا حضرات وقعت فيها كل فلوس مصر الحفرة دي اسمها اسيسي واعلامه طلقا بارح عشان يقولوا ما تكلفتش ولا مالين اقصد الحفرة اللي اسمها العاصمة الادارية عايز تعرف كل المحافظات غريئت ليه والناس ماتت ليه شوف الصورة دي عشان تعرف الفرق وتفهم السبعة تريليون دول راحوا المين ادي الفرق الفرق بين العاصمة والتجمع الخامس ادي العاصمة الادارية ودي التجمع الخامس النهاردة ده الفرق السبعة تريليون رحت في عاصمة الادارية بتاعت السيسي انما القاهرة ما شافتش حاجة من السبعة تريليون